صبرا أهل الحديث جزاهم ربهم خيرا أولئك الرسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يجد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير الحمد لله الذي هدان لهذا وما كنا لنهتج لولا أن هدان الله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبر تكبيرا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين الحمد لله وسلام على عباده الذين الصفى الحمد لله سأريكم آياتي فتعرفونها الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون الحمد لله الذي ندانا من القوم الظالمين الحمد لله الذي أورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين الحمد لله الذي أذهب عننا الحزن إن ربنا لغفور شكور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أول بلا ابتداء آخر بلا ابتهاء لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريده لا تدركه الأوهام ولا تبلغ الأفهام ولا يشبهه الأنامة وأشهد أن سيد الأولين والآخرين وسيد ولد آدم أجمعين وسيد من مضى ومن بقي هو نبينا المصطفى محمد عليه من الله أفضل الصلاة وأسكى التسليم وعرض اللهم عن العشرة المبشرين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن وأبي عبيدة وأهل بدر والحذيبية والشجرة وسائل الصحب أجمعين ورحموا العلماء والتبعين والصالحين وتابعيهم بإحسان اليوم الدين ورحمنا معهم برحمتك يا رحمة الرحمين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ومرحبا بكم جميعا وطبتم وطاب مجلسكم سائلني الله عز وجل أن يجعل تلك الأوقات وتلك الكلمات لي ولكم في صحيمة العسنات تنفعنا عند الممات ويثبتنا الله بها على الصراط حتى يدخلنا بها رياض الجنات تحت نبينا محمد المصطفى سيد العالمين عليه من الله أفضل الصلاة وأسكى السلامات وما زلنا مع صاح الكتب بعد كتاب الله عز وجل صيح الإمام محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى بحمد الله نبدأ شارحين حديث المصطفى والصالحين فإن المصطفى صلوا عليه بطيب حديثه يتمسكون وأعلام النبوة خافقات لها في الخافقات محدثون ويكفي مسلما علم البخاري يرد به اعتقاد الفاسدين بفتح الباري قد منحت نورا تبعت به سبيل المؤمنين وما في العسقلان من كلام فقاه الله شر الحاسدين سوى حفظ فشى شرقا وغربا وأعلى ذكره في الحافظين به العلماء دلوا واستدلوا على طرق الهدى مستفسرين ونحن الليلة إن شاء الله عز وجل يعتبر هذه الليلة ليلة العشرين السامن عشر من شهر صفر الخير عام أربع وثلاثين وأربعمائة وألف من الهجرة المباركة الأول من شهر يناير عام ألفين وثلاث عشر وألفين من الميلاد قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله أما النبي عليه الصلاة والسلام يقول قال الله يبقى حديث قدسي حديث قدسي يقول النبي عليه الصلاة والسلام عندما يقول النبي عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل يبقى حديث قدسي عندما يقول الصحابي قال النبي عليه الصلاة والسلام يبقى حديث نبوي لكن القرآن الكريم هو كلام الله عز وجل لا يسمى حديث قدسي إنما يسمى القرآن الكريم لأن لفظه ومعناه من عند الله عز وجل وتكفل الله عز وجل بحفظه أما الحديث القدسي فلفظه من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعناه من عند الله عز وجل ولم يتكفل الله عز وجل بحفظه كالقرآن الكريم لكن حفظه الله عز وجل بجهد العلماء فلذلك فيه الصحيح والحسن والضعيف الحديث القدسي فيه الصحيح والحسن والضعيف حسب سلسلة الرجال سلسلة الإسناد وكذلك الحديث النبوي أما القرآن كله كلام الله عز وجل ليس فيه صحيح ليس فيه ضعيف ولا مشكوك في صحته ولا مرسل ولا معضل ولا معلق ولا منقطع ولا مثل هذه الأمور لذلك كله متواتر كله صحيح أما الأحديث النبوية والأحديث القدسية ففيها الحسن والصحيح والضعيف وحفظ الله عز وجل بجهد أهل العلم أهل الحديث بمعرفة رجال وتراجمهم واتصال السند من انقطاعه من علله من شذوزه وغير ذلك أحببت بس أن أقول لأن في بعض الناس يقول له حديث هذا ضعيف يقول لك ده حديث قدسي ربنا اللي قاله نعم حديث قدسي ربنا عز وجل الذي قاله لكن لا بد أن نرجع إلى سلسلة الإسناد غير القرآن الكريم كله متواتر حتى في القراءات كله متواتر كله متواتر لفظا ومعنى لكن الأحاديث طالما قدسي ويرجع أن نرجع للإسناد لأن حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجع لجهد الرجال في حفظها زي مثلا صيح البخاري ومسلم كله الصحية فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله بس هنا صحيح لأنه في البخاري انتهى حديث صيح البخاري أو مسلم خضي الأمر انتهى رجاله كالشمس لا يقضح فيه سند البخاري إلا رجلان إما جاهل وإما مريض القلب على طول كده إما جاهل وإما مريض القلب بيغمز لكن راجل عنده علم أو راجل عادي لا يستطيع أن يجرح في صيح البخاري رحمه الله تعالى نرجع لعلم الإسناد فكله سقاط متصل السند تصل سنده بنقل عدل الضابط عن العدل الضابط ضبطا تاما من أوله إلى منتهى ولم يكن شازا ولا معللا حد الصحيح مشند بوصله بنقل عدل ضابط عن مثله ولم يكن شازا ولا معللا والحكم بالصحة والشزي على ظاهره للقطع إلا ما حواه كتابه مسلم أو الجعفيل هو البخاري رحمه الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله كذبني بن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد أصامد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد أخرج هذا الحديث الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب التفسير صفحة 1288 حديث رقم 74 كتاب التفسير بسم الله الرحمن الرحيم سورة قل هو الله أحد في تفسير سورة قل هو الله أحد قال الحافظ رحمه الله تعالى في شرح في الفتح جوزة 826 ولما كان الرب سبحانه وتعالى واجب الوجوب لذاته قديما قديما يعني إيه مش قديم زي عندنا قديم عندنا يعني بقى له فترة طويلة أما بالنسبة القدم بالنسبة لله عز وجل أي لا أول لوجوده أول بلا ابتداء آخر بلا انتهاء لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد هذا بالنسبة لله عز وجل نبدأ أن نفهم هذا لأن هذا أمر عقدي الله عز وجل أول بلا ابتداء لذلك من معنى لو غالب أهل العلم من أهل اللغة والحديث والتفسير يقولون إن لفظ الجلالة ليس مشتق وبعضهم قال مشتق من الفعل آليها آليها وآليها قيل أنه يأتي بمعنى التحير لذلك لفظ الجلالة بالنسبة للذات تتحير فيها فليس للعبد أن يتفكر في الذات إنما يتفكر في الصفات والآلاء لأن الله عز وجل لأن الله عز وجل لا يدرك كنه أحد إذا تفكرت في الذات عقلك يطيش عقلك يطيش يتحير هذا من معنى الألوهية لا تعرف أصله وفصله ولا أوله ولا آخره أول بلا ابتداء آخر بلا ابتهاء تدل عليه آلاءه سبحانه وتعالى الآلاء هي التي تدل عليه تنظر تجد العجب تدل على توحيده تدل على وجوده فلذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما تفكير ساعة أفضل من عبادة ستين عاما لأن الفكرة يزيد إيمانك ترى تنظر في الوجود حولك فيدل كل الوجود على وحدنية الله عز وجل هنا ربنا عز وجل يقول كذبني ابن آدم ولا ينبغي له ذلك أما تكذيبه إياي فقوله ليس يعيدوني كما بدأني يعني مش يدر يرجعني تاني لن يستطيع أن يعيدني مرة سنة بعد أن يومي تاني هذا تكذيب الله عز وجل لأن الله عز وجل قال واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون لابد أن نرجع إلى الله عز وجل ويعيدنا سبحانه وتعالى كما بدأنا بلا مشقة وهو أهون عليه وكله عليه هي يعني إعادة أهون من البدء في عرف الناس لكن عند الله عز وجل كله هو هي وكذلك يقول وشتمني ابن آدم شتمني ابن آدم ولا ينبغي له أن يشتمني شوف رحمة الله عز وجل في الإسلوب يقول شتمني ابن آدم ولا ينبغي له أن يشتمني ليشتمني ليه؟ ما يصحش يشتمني تب شتمك إزاي يا رب؟ قوله لي ولد وأنا الله الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد أنا واحد أنا الواحد الأحد ما يصحش يكون لي ولد لا يصح أن يكون لي ولد لأن الولد أول شيء في عرف الناس كلهم وعرف المخلوقات يشبه أباه والله عز وجل لا يشبهه أحد كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك كل ما جاء في ذهنك مما تتخيل ليس هو الله فإذن أي مخلوق لا يشبه الله عز وجل فهو من الشتيمة والظل أن ننسب لله عز وجل ولدا من المخلوقات لو أراد الله أن يتخذ ولدا للصفقة من مخلوق ما شاء كان عمل حاجة رهيبة لكن ربنا ليس له ولد ليس له أحد شيء يشبهه أي ولد يشبه أباه فمن يشبه الله عز وجل لا أحد يشبه الله عز وجل تنزيه لله عز وجل دي حقيقة قادر عظيم إذا كان ملكه عظيم ملكه عظيم لو نظرت إلى السماوات والأرض وجدت العظمة عظمة من ملايين السنين ما غيرها أحد وما طالها أحد وما شقها أحد وما خربها أحد وما استطاع أحد الأنصر للسماء فيؤثر فيها الشمس تخرج كل يوم وتغيب بنظام دقيق بديع عظيم جميل من الذي سير ذلك؟ لابد أن يكون هناك قدرة قوية عظيمة تحركها وواحدة لأنهم لو كانت قدرتين لو كانت قدرتين لا اختلنا النظام لكن مشى بنظام دقيق ملايين السنين إذن واحد اللي بيسير واحد لو اتنين تفسد لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدته فسبحان الله رب العرش عما يصفون لابد أن تعي هذا تعي هذا هذا أصل من أصول الدين أن تعتقد توحيد الله عز وجل فالله عز وجل لا يشبهه أحد فلذلك ليس له ولد ولا يحتاج لأحد لأن عندنا في عرفنا الولد يشبهنا ولو كان الولد لا يشبه أباه يبقى في شك جاء كما روى البخاريو في صحيحه أن رجلا قال للنبي عليه الصلاة إن امرأتي ولدت غلاما أسود أنا أبيض يا رسول الله ومرأتي ولدت غلاما أسود يا الرجل شكه الرجل شك الرجل شك فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألك من إبل قال نعم قال ما ألوانها قال حمر قال أليس فيها أورق قال نعم قال أن هذا جم نين قال لعله نزعه عرق قال لعل ابنك لعل ابنك نزعه عرق فالرجل شك ملأ الولد غير شبهه وأيضا كان زيد بن حارثة حب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه الصحابي الوحيد الذي ذكر في القرآن الكريم كان أبيض كان أبيضا وكان ابنه أسامة بن زيد الحب وابن الحب كان أيضا يحب النبي صلى الله عليه وسلم الاثنين كان أسود فتكلم الناس أسامة أسود وزيد أبيض لكن الشبه موجود والنبي صلى الله عليه وسلم يحبهما وهو ابنه فلما مر نام بجوار بعضهما كمروة البخاري في صحيح دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة تبرق أسارير وجهه من السرور فقال يا عائشة ألم تري أن قائفا المدلجية واحد قائف يعني إيه قائف ده يعني يعرف بالأسار من غير الشبهة لو تغطيلوا الجسد الرأس يعرف بالإيدين يعرف بالرجلين ده ابن مين وده ابن مين خبرة يعني عند العرب فدخل على أسامة وزيد ما قد غطي رؤوسهما وبدت أقدامهما الاتنين ناموا رضي الله عنهما وغطي رؤوسهما وبدت أقدامهما الرجلين ظهروا والرؤوس متغطية من عشرة مين والرجل القائف لا يعرف من هذا ولا من هذا لكن نظر إلى الرجلين فقال إن بعض هذه الأقدام من بعض يعني الرجلين دي من دي دي واحدة فلعة من التانية واحد أب والتاني ابن ففرح رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل على عائشة رضي الله عنها تبرق أسارير وجهه وقال يا عائشة ألم تري أن قائفا المدلجي دخل على أسامة وزيد وقد غطي رؤوسهما وبدت أقدامهما فقال إن بعض هذه الأقدام من بعض براءة يعني براءة ده ابن ده اسود بس ابن ربيل شبه الشبه موجود فالله عز وجل لا يشبئه هو أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لذلك هو لا يحب ذلك ما تقوله شبه لي ولد يغضب من ذلك سبحانه وتعالى لا لأن الولد يستدعي الشبه ما فيه الشبه ويستدعي العون كل واحد بقى ابنه عايز يعينه أما يكبر يعينه فلما بلغ معه السعي يعني يسعى مع أبيه يساعد أباه يعين أباه يتكسب لأبيه يسند أباه كل ولد أبوه يفرح به لذلك فلما بلغ معه السعي لذلك قال ربنا عز وجل المال والبنون زينة الحياة الدنيا فربنا لا يحتاج ولا يشبهه أحد لذلك يغضب من هذه الكلمة يغضب بل تغضب كل المخلوقات التي توحد الله عز وجل ربنا عز وجل يقول تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال الجبال وهدى أن دعوا للرحمن ولده وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولده ما يصحش السمع في الشاقق بالكلمة وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولده إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عابده لقد أحصاهم وعدهم عده وكلهم آتيه يوم القيامة فرده كل عبيد لله عز وجل والألاء تدل اللي مش بسدى ينزل الألاء أين من خلق السماء مين صنعها أي عندنا عندنا في عرفنا أي صنع الآن يقول مين صنع دي السيارة مثلا شاف سيارة مثلا تيوت يقول مين إيه دي يقول له يابان يقول له ما فيش حاجة عمل التأليد يقول له آه ممكن ممكن إيه سيارة مثلا لنصر يقول له فيه منها كوري فيه منها ألماني وفيه منها تأليل وهكذا لازم يعرف صنعتها وكل صناعة لها بصمة سبحان الله مهما يقلد التأليد غير الحقيقي التأليد غير الحقيقي سبحان الله وهذا الكون العظيم يشهد على وحدانية العظيم حاجة ماشية بنظام دقيق دقيق عظيم ملايين السنين أي 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 شيء وأي قطع غيار أي شيء يحتاج لقطع غيار مهما قوى مهما قوى أي مصباح أي جهاز كهرباء لكن إذا نظرت إلى السماء إلى الشمس بلايين السنين محتاجت مرة كده أغيار الله سبحانه من سيارها السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا إلهي لله أي شيء ممكن أتكلم السلام عليكم عليكم السلام عايزة أقول عندي سؤالين لو سمحت مكفى أسأل واحد سؤالت مين معلش هو اللي ربنا يفكر لا سهلين والله بإذن الله سهلين السؤال الأول هل يجوز لي أن أقول أحمدك ربي على أنك ربي من قوة ومتالة وصدق دينيه ونبيه وحلمه وصبره ووده وفضله وقرمه وكل صفاته وأسمائه السؤال الثاني اللغة العربية مهضومة الحق في معظم القنوات وهي لغة كلام رب العالمين ولا أرى إلا قشور القشور سأفرموها لوجه الله وهناك متخصصين كسر منهم عبد الحكم صالح وغيره كثير بفضل الله عايزة أقول شكرا جزاك الله خير حاضر إن شاء الله اللغة العربية ندعو الاهتمام به نظرت إلى هذا نظام البديع العظيم العجيب القوي الدقيق تزداد إيمان لازم تنظر لا تكون مقلدا وفق إيمانك لا تكون مقلدا في إيمانك هو نعم يجوز التقليد في الإيمان ولكن الأفضل أن ينبع بعقيدة صافية وبالقناع حتى لا يهتز مع مرور الوقت والأياب السلام عليكم السلام عليكم مرحبا الله وبركاته مرحبا الله وبركاته على أن من سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم أو دفع شيئا مما أنزل الله فقد كفر وإن كان مقرن بما أنزل نحتاج منكم التأكيد على موضوع العقيدة فكما قلتم من دمنا تكون العقيدة صريمة يكون القليل ما العمل يكفي نعم يعني لأنه يكون خالصا لوجه الله تعالى نعم ومما نراه الآن ليس فقط عدم الإخرار بالحرمة وإن الله دفعنا في الإخرار ما هو محرم لدرجة أن أحابهم قد أفتح بأن الغناء حلال وكانت حجته بأنه هو نفسه يستمع إلى الغناء حجته إيه؟ أفتح بأن الغناء حلال وعندما سؤلنا دليله قال أنا نفسي أستمع إلى الغناء وكان هذا في بعض القنوات أو الله أليس التعريض بأي معنى من معاني من معاني القرآن الكريم أو سابة السنة هو خطأ كبير إن أصحاب النفوس الضعيفة الآن من العامة ينفون خلف أكثر من شيخ ومسي لكي يقول لهم ما يريدون سماعه وأخيرا أن أحد حملت الدكتوراه والمنسوب إلى الأذى صار شغله الشغل الحديث عن صديقه البخاري لدرجة أنه يقول أن متن الحديث إن اختلط مع رأيه فلا يؤخذ به نرجو من سعادتكم تفسير ذلك وززاكم بالله كل خير ما شاء الله متن الحديث إذا افترك مع فضيلته لا يؤخذ بما شاء الله تبدأ أي يعني هل هذا لو هو عاقل بنقوله اتقي الله عز وجل لأن لا يصح لنا أن نرد كلام النبي صلى الله عليه وسلم لرأي فضلتك ولا رأي الأعلى من فضلتك قال الله عز وجل إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسول ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتطقه فأولئك هم الفائزون فلا يصح لنا يا أخواننا أمر خطير فعلا إنما كان قول المؤمنين يعني إذا رد كلام كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لرأيه أو هواه فهو على خطر عظيم 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 سلام عليكم وأنا أكمل في كلام النقطة دي تاني إن شاء الله سلام عليكم عليكم السلامة وبركاته فضل الحمد لله والله أشهد الله أن أحبك في الله أحبك الله سيدنا من أجلي ربنا يا جماعنا إحنا وبمع البسومين في الفسدات الأعلى في جنة يا رب يا رب يا رب يا رب بالله أنا أشهد الله تدعيلي أن ربنا يسدد دين ونفس كاربي لأنني الحمد لله لأنني من دونس في كاربي عظيم إن شاء الله يسدد دينك قبل ما تنام قول اللهم رب السمات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء منزل التوراة والإنجي والفرقان أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس وقاك شيء وأنت البطل فليس بعدك شيء اغنيني عن الفقر وأخذ عني الدين وفي زيادة أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت أخذهم بنصيتي إن شاء الله يسدد دينك قريبا بس أوعتك طريد بالربع فلا يصح أن يردوا كلام كلام الله عز وجل ولا كلام النبي عليه الصلاة برأيه فضلته وعيب أول ما الراجل يقول زي ما يقوله معهده دكتوراه ويبقى دليله إن الناس بتسمع الأغاني عيب أوي هو ده الدليل يا دكتور يعني ما تشوهوش صرطنا كتر من كده ويقوله آدي آدي الناس معهد دكتوراه وآدي الناس ناس شباب بيعيرونا بيعيرونا يا أخواننا وإنتوا مشايخ الأزهر وإنت دكتور آزهر فين كلمة الحق وفين كلام ده يا أخي يعني عيب يا دكتور أما بقى دليلك الناس تسمع على الغناء يبقى على الغناء حلال ويسيبقى حديث الغناء كلها عندك حديث خريح البخاري من حديث هشام بن عمار أنه قال مرفوع على النبي عليه الصلاة ليكونوا ناسهم من أمتي يستحنون الحرة والحريرة والخمرة والمعازف والمعازف بالنص والمعازف ورى شرح الحافظ ويشوف والقناة الفضائية فتحت على الناس سيبك من ضحك على الناس تعزمان ده 30 سنة الناس 100 سنة الناس ما سمعش على قناة الأولى وقناة تانية وبس اللي يقوله الرايس هو الشيخ اللي تبع الرايس بس لدى وقت الناس انفتحت عرفة الحق من كل الدنيا بتتصل وتسمع وبتقول لسه واحدة بتصل اللي قال الفات هنا بفضل الله قال صحيح البخاري هذا قالت لي والله يا شيخ أنا تركت الربع بسبب قناة الرحمة وانتقبت بسبب قناة الرحمة الحمد لله فضل الله عز وجل الناس بالوقت ما بقيتش بالعافية بقى ما فيهش تقوله الشيخ ده بالعافية تسمعه زي واحد برضو دكتور بيقوله المزيع بتقوله الشيخ أبو سحق ألا ما تقوليش الشيخ ده كلام أملا أنت الشيخ يا مولانا هي عافية أنت الشيخ أنت الشيخ لا فهذا وبعدين العلم بفضلتك عشان أرياحك بقى يعني هو فيه واحد هنا مستشار اسمه دكتور محمود شريف بسيوني مؤسس المحكمة الجنائية الدولية قال كلام هو صحيح يحب اشتري الإسلام بصراحة لكن قال كلام إنصاف كلام لازم نستحل نحنا نقوله فأنا هقول نص كلام بيقول إيه إن شاء الله نكمل بعد الفاصل فاصل ونواصل إن شاء الله صلى الله عليه وسلم نبينا محمد والله صاحب والحمد للرب والسلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين نبينا المصطفى محمد وعلى آله وصحبه أجمعينا وبعض فالمستشار الدكتور محمود بن شريف مش من طيار الإسلامي ولا بيحب طيار الإسلامي لكن الصحفية بتقوله كيف تقل قرأوا المشهد الحالي فقال مصر أمام نظام حكم إسلامي مبني على نظرية الخلافة الإسلامية طبعا ده إسلامي آه بس مش هي نظرية الخلافة اللي هي اللي هو أصدها معلش احنا بنصحح له هو رجل اللي تكلم كلام منصف بصراحة لكن في حاجات خطأ لها لازم نصححها قال التي لا تتماشى مع مبادئ ديمونتراطية وحقوق الإنسان بالعكس أفضل وأقوى من أعطى حقوق الإنسان هو الإسلام هو الإسلام قال النبي عليه الصلاة والسلام في مروه الشيخان الرحمون يرحمهم الرحمن قال النبي عليه الصلاة والسلام ارحمهم في الأرض يرحمكم في السماء تقولهم هم بيقولوا كلا لا هم بيرحموا أهليهم يرحمون من في أمريكا ويقتلون من في فلسطين من في غزة من في العراق من في أبغانستان تقتل الأطفال وتذبح أين حقوق الإنسان لا ده هو عامل حقوق الإنسان لوحد ويحن عندنا حكوك الانسل الناس كلها الرحمون يرحمهم الرحمن يرحمهم في أرض يرحمكم من في السماء روى البخاريو في صحيحه أن أسامة بن زيد لما قتل الرجل بعدما قال لا إله إلا الله قال النبي صل Analytics أشققت عن قلبه أشققت عن قلبه ما زال يقول كيف بلا إله إلا الله يوم القيامة حتى يقول أسامة أيضا أني أسلمت وقتها وخالد لما قتل الذين قالوا صبقنا قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع عديقها اللهم مني أبرو أليك بما صنع خالد حزف البخاري فالرحمة لكل كل على قدر حتى الجهات في سبيل الله كان النبي عليه الصلاة يقول لا تقتله صبيا ولا وليدا ولا امرأة ولا شيخا كبيرا في صومعته في الرحمة هم عندهم كلا نحن كان أهلنا في مصر وكانوا يعزبونا عشان لا إله الله أهلنا أهل جلدتنا وأهل ملتنا وأهل أرضنا وأهل بلدنا مصريين زينا عشان دينا وتمسكنا كنا نعذب فين بحق الإنسان اللي بقول الديمقراطية وحقوق الإنسان لا احنا هتحقوا علينا الناس فهمة ليه خلي الناس واحد هنا ما شاء الله كاتل برضو أخ كويس اسم محمد سالم جزا الله خيرا بقول بيتهموا اللي قالوا نعم بالجاهل أبدا الناس فهمة دينها وناس وعية وناس فهمة بس سكتة بيظنوا الساكت ده جاهل لا ساكت وواعي وعارف ومستني بس الوقت المناسب للتحرك الثاني وكلنا نعلم أن الإخوان خلال السمانين عاما الماضية عانوا وقاسوا كثير من الاضطهاد وغيرهم من الجماعات الإسلامية والتعذيب وسوء المعاملة وعملوا جاهدين للوصول إلى الحكم في هذه اللحظة المهمة في تاريخهم من السزاجة شو بقول الأستاذ دكتور صراحة أكلم كلام حقيقي من السزاجة أن نتصور أنهم سيتركون الحكم بسهولة كما كان الوضع وقت تنحي الرئيس السابق حسن مبارك وأرى أنهم لن يتركوا الحكم ولن يسمحوا بضياء هذه الفرص من أيديهم بل لن يشركوا أحدا معهم في الحكم إلا الأطراف التي تنتمي إليهم فكريا وأيدلوجيا ثم قال بيان بعد ذلك قال أنه قال إذا حاول الناس أن يتراجع الرئيس مرسي عن الرئيسة قال الخير الثاني هو دموي للغاية إذا ما فكر الشعب في إسقاطه حقيقة دي حقيقة قال ليه بقى الدكتور لأن الأمر أن يكون سهلا كما حدث مع مبارك فلن يسمح به عدد من الطيرات الإسلامية صح صح ده حياة أو موت تقول لي ليه مش ديمقراطية لأ إحنا كنا متعزم وقالنا ديننا لحياة لو موت نموت أحسن بسبيل ديننا مش هنعسى واحد بقول لي أنت بتدعو للناس للتلاحم لا بندعو الناس من حفظ على ما أكرم الله عز وجل به إحنا مش نسوان إحنا رجال لا ندفع عن ديننا وندفع عن شرعيتنا وعن شرعنا والشعب فاهم كده والإسلاميين فاهمين كده والراجل ده فاهم كده وقال لها هو قال لها وهو دموي الغاية إذا ما فكر الشعب في إسقاطه دي حقيقة لأن حسني كان حواليه شلته بس لكن دلوقتي الشعب كله عايز دين غالبيته تقول لي ده 64% هم قالوا نعم 64% والباقي قاعد الباقي ما تحركش الباقي كان ما تحركش لو تحرك الباقي هتلاقي أكتر من كده بكتير زي ما حصل في المطروح وفي الصعيد تسعينات بفضل الله عز وجل لازم الطيار الآخر يعرف إن إحنا عايزين ديننا تقول لي هم مش عايزين خلاص يبقى نعيش بسلام مع بعض إحنا نعبد نعيش بديننا وهو يعيش براحته بشرط لا أعتدي علي ولا أعتدي علي يعني ما جيش يا سي مش في شارع عليان هواحدة أطلع على شاشة علي أنا وطلعنا حرية لا نحترم بعض نحترم بعض نحترم بعض ما جيش أشتم في الصحابة أقول حرية فكر أو أتطول عايز سيد العالمين أقول حرية فكر لا لا ده ديننا ده ديننا عندنا ده حكاية حكاية ولا الغمز ولا الغمز يعني ما نشي يعمل بعنيه كده ولا الغمز على ديننا وعلى سنة نبينا على الصلاة تحترمني أحترمك وعيش براحتك عيش براحتك أنت حر ما لم تضر أنت حر ما لم تضر أنت ما تقوليش بقى يصدق في واحد بيقول من المشايخ لا عايز تكلمني كلمني اللي مع دليل يعني هنا مولانا الإمام الأكبر بيقول الشارع ليمنع المرأة من تولي من نصب القادية نقول لا شيخنا انت راجل فاضل احنا بنحترمك بس النبي صلى الله عليه وسلم قال في مراه البخاري لأن يفلي حقاومن ولا وأمرهم امرأة معلش احنا احترمنا ليك شيء والحق شيء لا يمنعها الشارع تولي من نصبها دي تقولي برا برا بيتحاكوا علينا عمرك شفت أي واحد عاده علمي في السياسة عمرك شفت واحد رئيس أمريكا كان امرأة يشمعنا احنا لذا قلنا ليه الأمور دي عمرك شفت وحد شاف يقول لنا كده في تاريخ أمريكا من يوم ما اكتشفوا أمريكا من يوم ما اكتشفوا أمريكا فقارة أمريكا الشمالية والجنوبية عمرك شفت وسمعتوا ان في رئيس لأمريكا المرأة هم فاهمينه انتخابات الأخيرة في أمريكا وفرنسا أو مسلم عمرك شفت انتخابات فرنسا الأخيرة وأمريكا ونزلت قبل كده قدام اوباما اللي اسمها بتاعة كلينتون دي سيء سبحان الله ناس فهمة حتى في امور الدنيا فهمين ايش معنا احنا احنا مجيبش حاجة غريبة دينا مناسب للفطرة اي راجل يقول كده انا ما خليش امرأة تقودني معلش والمرأة تبقى ضعيفة مش مكانها بتنهار لقيمة تغلبها العاطفة لقيمة تغلبها العاطفة لقيمة تنهار لاش يقطع الناس فهمها حتى لغير المسلمين ايش معنا احنا كل ويجمع شيخنا قول القيادية 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 لحد ما خلوها قبل كده ودوها كمان عايزين خلوها قاضي ومأزون يا اخوانا يا اخوانا السؤال شديد الحساب شديد يا مولانا قبل ما تفتي ترجع لكتاب الله وسنة نبيه السلام تقول يعني انت تفتي يا شيخ عبد الله والناس الكبيرة لا تفتيش يفتي بالكال الله وكال الرسول وكلام اهل العلم من السلف العلم كده زيما الامام شفح قال كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديثة وإلا الفقهة في الدين العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى زاكا وسوى الشياطين أما أنا أعود أفكر كده أقول بصراحة في هذه الظروف لأن النساء كترت وفي منهم خريت جامعات ما يمنعش ان خليها قاضي وخليها شيخ وخليها مأزون وخليها رئيس لا لا شمعنهم معقولوش كده عشان عارفين ما تنفعش يعني كل الناس اللي هم مش مسلمين دولا اللي قد أصواتهم لأوباما وبتاع فرنسا وقبل كده ما كانوش بيفهمو أهو مش مسلمين عشان ما تتمناش نحن بتشدوا ما تدوش للمرأة ما ينفعش حتى في الأمور الطبيعية ما ينفعش تلزؤهلنا احنا وتفرضوها علينا وسيدنا قال لا لأن يفلى والله يا عمار بن ياسر والله يوم ما خرجت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مع معاوية ضد علي بن أبي طالب يوم الجمل قال له والله يا أم المؤمنين لو لا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يفلح قوم ولا أمرهم امرأة لأخرجتوا معك أنا أقول له المؤمنين لكن عشان حاسس أن أنت أنت تعتبر أميرة الموقع يوم الجبل أنا لمشأخرج معاك شوف الكلام إن صاف الصحابة وما اعتردتش عليه أن هي ما اعتردتش عليه ما اعتردتش عليه دنة دنة موافقة للفطرة كلها بيعملوا بي برة لا أهلا الله لكن هنا أقول تباقي القضية تباقي ضعيفة لأيما تباقي القرات كلها تعبانة فطرتها تقعد تتربي تربي العاطفة عندها والحنان والعاطفة تغلبها ولها أمور أخرى ضعيفة فيها مرأة تحيض مش بنقلب من شأنها ده على رأسنا من فوق المرأة المسلمة والمرأة المسلمة عارفة كده وهي راضية بكده لكن احنا بالعافية نغير كله عشان نرضيهم لا هم فاهمين كده فالدكتور قال وهو ده إذا ما فكرها الشعب في إسقاطه لأن الأمر يكون سهلا كما حدث مع مبارك فلن يسمح به عدد من طيرات إسلامية كل طيرات إسلامية لأن كله تأذى معلش سامحونا احنا شفتنا لأنتو شفتهوش مش ممكن يبقى نموت أحسن في سبيل الله حشان ننسيب الأمر يبقى نصم تاني ويقول تاني الاضطهاد وكنا كدنا نقتل أو نفتن ناس الله العافية والسلامة وكتير شباب صغير وكبير ورجال وشيوخ ونساء وكله تعب فصدقنا ملقينا ربونا فرق قلاص بأيدينا وإسناننا وإن شاء الله ربنا يحفظ لنا هذا الخير الذي نحن فيه أخذ بالك فلن يسمح به عدد من طيرات إسلامية التي ستقرر الدفاع عن الرئيس ولو بالقتل وسفك الدماء راجل بتكلم كلب ووقتها ستتحول مصر لبحور دم والعزو بالله السلام عليكم وعليكم السلام عليكم فضلت الدكتور أهلا فضلت الشيخ جمال حبيبك جمال ضحي يا مرحب يا مرحب الأحب الله يحفظك ويعزك لنا يا أسد الأزهر أهلا وسهلا جزاك الله خير الله يكرمك ما شاء الله عليك أنا بس يعني وإحنا بنتعلم الخير من تحت أخدامك في مسجد عباد الرحمن من السويد يعني عاز أقول أني الهدهد قال سيدنا سليمان حينما ذهب إلى ملكة بلقيس قال إني وجدت مرأة تملكهم نعم الهدهد قال سيدنا سليمان لا يفلح قامون ولوا أمرهم مرأة نعم يعني الهدهد حيكون أفطأ من العلماء أصحاب الأزاهرة أصحاب العمامة الحمراء يعني يعني إحنا بنقول لأنفسنا لابد أن تلحي يعني كيف تحكمنا أمرأة فضيلة الدكتور لا صح ها لا صح هل يجوز هذا لا يجوز لا يجوز أسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيل لنا في عمرك أمين يا رب العالمين وعمري أمثالك وتحياتي لأهل الرحمة خاصة في الدكتور محمد حسان ربنا بارك فيكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام عليكم جزاك الله خيرا كثير الشيء جمال فلا بد أن نراعي تلك الأشياء التي لها أصل في أصول ديننا الحنيف وأن نعتبرها وأن نوحد الله عز وجل حق توحيده ومن حق توحيده ألا نشبهه بغيره سبحانه وتعالى السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إزاي فضلتك يا دكتور الحمد لله والله يا دكتور حضرتك يعني زي ما بقول بتتكلم معانا بطريقة علمية جميلة جدا وكلام حضرتك ده بمسينا كلنا وكلنا حسين وعايزين نقوله أنا أولاً قناة الرحمة كانت الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى السبب في لبسي النقاب ما شاء الله وأقول لحضرتك من خلال كناختة سياسية وعمل العام ووصلت فيه لأعلى الدرجات اللي تصل بها امرأة في العمل السياسي ما شاء الله للأسف كلها أجندات غربية لما لبسي النقاب استبعت من المكان اللي أنا فيه هو مكان تطوعي يعني مش عمل الرئيسي وأقول لحضرتك كل اللي بيتشدقوا به إذا كان مجلس بالتحديد المجلس القوم للمرأة بيتشدق بحماية المرأة واستبعدوني لأنني انتقبت وبالرغم أنا الوحيدة فيهم اللي معايا دكتوراه خاصة بالمرأة ومعايا أخوات أو أخوة للأسف موجودين على الورق فقط يعني إذا كانت من الناحية العلمية فأنا أولى إذا كانت أيضاً من الناحية الاجتماعية فأنا أولى لأن بنت المنطقة وفي العمل العام بالسطرات طويلة ولكن هي أجندات غربية يقول لك تنكين المرأة دي كلها شعارات واخدين منها تمويل من الخارج لتنفذة ليهمهم مصلحة الإسلام ولا الدين ولكن لو فيه واحدة بتتكلم في الإسلام بيستبعدوها تماماً زي ما شفنا حضرتك في موضوع ختاني الإنس والنقابة عادة وليس عبادة الأخ الفاضل وزير الأخ السابق في العصر الباعد كان بياملوا كتاي بوزعوا على سيدات متبرجات ما نعرفش الهدف منه إيه فأتمنى أتمنى من خلال منبر حضرتك يتعامل لجنة أعلام رصد أعلامي من الأزهر الشريف للرد على هذه الشبهات تكون كده حاجة في كل وزارات حضرتك في حاجة اسمها رصد أعلامي اللي هي الوزارات المعنية بالأمور السياسية فأتمنى الأزهر المشيخة الأزهر يكون فيها رصد أعلامي لجنة من كبار العلماء الموثوق فيهم بالنزاة وحضرتك قلت دي بقية كلمة جميلة قوي وياريت يفهموا العلماء اللي عملين يفتوا في حساب والحساب شديد وأتمنى لحضرتك الصحة والعافية ودعوا لنا فضيلة الدكتور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليا صبر كاته جزاك الله خيرا كثيرا ما شاء الله ما شاء الله ها واحدة متعلمة وما شاء الله يعني بتقول ما يحدث وهذا ما نشعره بفضل لو مش غايب علينا كان نفسنا يعني انهم يتحقوا علينا ويخبوا علينا الأمور دي لكن الأمور واضحة قوي أمور واضحة جدا في حرب الإسلام ومهاجمة الإسلام والغمز لكن الحمد لله ويقبى الله اللي نتمى نوره أهل الحمد لله شعور الناس فارحة جدا بهذا الخير الذي أكرمنا الله عز وجل به وأكرمهم به مما سمعوه من كلمة الحق بعد ظهور الفضايات الإسلامية بفضل الله عز وجل كان الأول الناس تسمع ما زلنا الحمد لله بنتكلم من زمان بس في المساجد لكن الحمد لله الحق الآن وصل بشرى لأحاديث النبيع الصلام التي تنبأ بها عليه الصلاة والسلام قال لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يبقى بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله الإسلام حديث الحاكم وهو صحيح لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يبقى بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله الإسلام يعز عزيزا أو يذل ذليلا عزا يعز الله به الإسلام وأهله وذلا يذل الله به الكفر وأهله ففعلا الآن الله أكبر بجنة الصفة من أمريكا ومن مورتانيا شمال خالص هناك في الشمال ومن الجنوب ومن الشرق نحيه المملكة وما بعدها دول الخليج ومن الغرب نحيه مورتانيا ومن الشمال نحيه أمريكا ومن الجنوب نحيه إفريقيا وجنوب إفريقيا بفضل الله عز وجل أو من الوسط هنا فالحمد لله الخير انتشر بفضل الله عز وجل بفضل الفقراء مثلنا والضعفاء وقليل العلم لكن الحمد لله ربنا عز وجل له في خلقه شؤون أسير خلف لكاب نجبز عرج مؤملا درك ما لقيت من عوج فإن لحقت بهم من بعد ما سبقوا فكم لرب الورى في زاك من عجب وإن بقيت بظهر الأرض منقطعا فما على عرج في زاك من حرج فأنا أنصح إخواني وكل الناس بأرجوع إلى تبحيد الله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له قبل ما أخلص أحب أقول كلمة الحافظ رحمه الله تعالى قال ولما كان الرب سبحانه وتعالى واجب الوجوب لذاته قديما موجودا قبل وجود الأشياء وكان كل مولود محدسا انتفت عنه الوالدية لأنه قبل كل شيء يبقى ما فيش والد كلام جميل ولما كان لا يشبهه أحد من خلقه ولا يجانسه حتى يكون له من جنسه صاحبة فتتوالد انتفت عنه الولدية يبقى ما ليش والد ولا ولد ما ليش والد لأنه أول فيش حد قبله قال النبي عليه السلام لما سئله كان ربنا قبل خلق السماوات حديث روى أحمد وحديث صحيح قال كان في عماء أو عماء ما فوقه هواء وما تحته هواء ثم خلق الله العرش وخلق تحته الماء كان في عماء أو عماء يعني ايه معناها عدم فيش في حاجة خالص مش في عماء يعني كان في حاجة اسمها عماء موجودة لا في الشرح كده كان في عدم قال السندي رحمه الله والله أنا أحبه في الله شيخ السندي شرح كثيرا من أحاديث أحمد شرحا عظيما كناش ألاقي الأحاديث شرحها دي قال في عماء عدم فيش حاجة ما فوقه هواء بعض الناس كان يفهمها يعني الذي فوقه هواء ولا يستحته ولا ما فوقه ما نفيه يعني ما فيش لهواء فوقه كمان ولا تحت سبحانه وتعالى ثم خلق الله العرش وخلق تحته الماء فقال ومن هذا قوله تعالى أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبك شرح زوجة وخلق كل شيء وقال تعالى ولم يكن له كفوا أحد وقال الله عز وجل وقال الشيخ معنى الآية أنه لم يمثله أحد ولم يشاكله أحد سبحانه وتعالى وقال الله عز وجل قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول عابدين يعني لو كان لي ولد لها معنى ينبقى أنا أول الجاحدين مش أسد هذا كلا والله ما حقيق حتى لو لي ولد أنا مش أسد ما ينفحش ما ينفحش وفي آية تانية أنا أول عابدين الممتسلين لكن أرجح في تفسيرها أنا أول الجاحدين لأن يكون له ولد سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد نسأل الله عز وجل أن يملأ قلوبنا بالتوحيد وأن يثبتنا على الحق حتى نلقاه اللهم اقضي حاجتنا واسر أمورنا وفرج قربنا واحفظ نعمك علينا يا ربنا ورزقنا شكر عليه اللهم من أرادنا وديننا وبلدنا بخير ففقه لكل خير ومن أرادنا وديننا ونعمك علينا بشر فاقسم ظهره واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره اللهم اجعل بلدنا بلد أمن وأمان أمن وأمان أمن وأمان وإسلام وإسلام وإحسان 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 اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى مما يرضيك يا رب العالمين واللهم ارفع عن بلدنا الغلاء والبلاء والفثنة والضراء وعن سائر بلاد المسلمين يا رب الأرض والسماء وارفع البلاء عن إخواننا في سوريا وارفع البلاء عن إخواننا في غزة وأرفع البلاء عن أخنا في كل مكان يا رب العالمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبرتك اللهم ثبتنا إلى الحق حتى نلقاك اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أسقنا اللهم أسقنا اللهم أغللنا سحاباً كثيفاً كثيفاً قصيفاً دلوقاً دلوقاً ضحوكاً تمطرنا به رذاذاً قطقةً سجلاً يا ذل جلالي أكرام اللهم أغفر لنا ذنوبة تحلو النقم وأغفر لنا ذنوبة تغير النعم واغفر الله ذوبة تورث الندم واغفر الله ذوبة تاتك العصم واغفر الله ذوبة تحبس القسم واغفر الله ذوبة تنزل البلاء واغفر الله ذوبة تبعجل الفناء واغفر الله ذوبة دل العداء واغفر الله ذوبة اقتضاء الرجاء واغفر الله ذوبة ترغيص السماء واغفر الله ذوبة تأكشف الغطاء واغفر الله ذوبة تظلم الهواء اللهم صلوه وسلم وبرك على رحمة المهداء والنعمة المزداء نبينا محمد بن عبد الله النبي المصطفى والرسول المجتبى والحبيب المرتضى وعلى آله وصحبه مصابيح الهدى وابدر الدجا تبعين تبعين بحسن نوم الدين تبع الكلام وربنا محمود وله المكارم والعلى والجود وعلى النبي محمد صلواته ما غرد خمرين وعرق عوده سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقول هذا القول أستغفر الله لي ولكم وقزاكم الله خيرا على حسن استماعكم ومتابعتكم وغيراتكم ولا لقاء قادم إن شاء الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله أهل الحديث حباهم